أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ضرس الهدى مستانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في سلسلة كيف نقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة وإن شاء الله عز وجل في هذا الفيديو سنأخذ سورة الشمس بإذن الله قبل أن نبدأ أريد أن أذكركم إن شاء الله بأن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس إن شاء الله حتى تصلكم يعني كل الفيديوهات الجديدة وأن تشاركوا إخوانكم وأخواتكم والمحبين لكم إن شاء الله هذه الفيديوهات حتى يعني تعم الفائدة بإذن الله جزاكم الله خيرا دعونا الآن نبدأ كما ترون في الشاشة سورة الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها الضاد هنا مفخمة وباقي الأحرف مراققة وضحاها جميل الآية الثانية والقمار إذا تلاها والقمار القاف مفخمة والميم والرا مراققتان إذا تلاها تلاها يعني نريد أن نظهر حرف الها حرف الها دائما ضعيف فدائما نحرص على إظهاره آية رقم ثلاثة والنهار إذا جلاها والنهار حركتان حرفنا وشدد إذا جلاها لا نقول جلاها جا لا هي جا جا جلاها طيب آية أربعة والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها فالغين مفخمة وما قبلها الياء مراققة وما بعدها الشين مراققة جميل إذن يغشاها آية رقم خمسة والسماء وما بناها والسماء أربع حركات مد متصل وما بناها طيب آية رقم ستة والأرض وما طحاها والأرض الهمزة مراققة الرا مفخمة الضاد مفخمة تفخيم نسبي وما طحاها الضا مفخمة وباقي الأحرف مراققة جميل طيب آية سبعة ونفس وما سواها ونف الفافية همس ونفسي ثم إضغام بغنة بمقدار حركتين وما سواها ونفسي وما سواها طيب آية ثمانية فألهمه فألهمها فجورها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها وفجورها الرyez مفخمة والها والألف بعدها مراققة وتقواها القواه المفخمة وبعد ذلك كل الأحرف مراقبة جميل طبعا والقاف فيها قلقلة آية 9 قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدَ أَلْقَافَ مُفَخَّمَةً أَدْدَالْ فِيهَا قَلْقَلَةً أَفْلَحَ أَلْفَا مَهْمُوسَةً مَنْ زَكَّاهَا حَرَكَتَان إخفاء بمقدار حركتين آية 10 وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدَ أَلْقَافُ مُفَخَّمَةً أَدْدَالْ مُقَلْقَلَةً أَخَابَ أَلْخَاوَ الْأَلِفُ مُفَخَّمَتَان مَنْ دَسَّاهَا حَرَكَتَانْ إِخْفَاء طيب آية 11 كَذَّبَت ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ كَذَّةً كَذَّةً لنقل كَذَّةً لنقل كَدَّةً إنها ذال وليس ضاءً أيضًا كَذَّةً جميل كَذَّبَتْ هَمْسْفِتَّاتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا الطَّا مُفَخَّمَةً وَالْغَيْنْ مُفَخَّمَةً وَبَاقِ الْأَحْرُفْ مُرَقَقَةً جميل بِطَغْوَاهَا طيب آية 12 إِذٍ بَعَثَ أَشْقَوهَا إِذٍ بَعَثَ حَرَكَتَانْ إِقْلَاب أَشْقَوهَا 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 فقال القاف والألف مفخمة لهم رسول رسول الرام مفخمة لا نقول رسو صو صاد إنها سين رسو سو جميل رسول الله لفظ الجلال مفخم ناقة الله القاف مفخمة ولفظ الجلال مفخم وسقياها القاف مفخمة وأيضا فيها قلقلة آية 14 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها القاف والرام مفخمة فدمدم عليهم ربهم بي الرام مفخمة ثم عندنا حركتان إخفاء شفوي بذنبهم إقلاب حركتان فسواها وآخر آية في سورة الشمس ولا يخاف عقباها ولا يخاف الخاو والألف مفخمتان عقباها ألقاه مفخمة وفيها قلقلة الحمد لله بهذه الآية نكون قد انتهينا من السورة الآن سأقرأها إن شاء الله لكم مرة أخرى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله أراكم في الفيديو المقبل مع سورة الليل إن شاء الله إلى ذاك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة